اعلانات وحملات دعائية ووعود تبلغ ذروتها للمرشحين وكتلهم السياسية استعدادا للانتخابات البرلمانية مع اقتراب موعدها الا ان مخيمات النازحين خلت من اي مشروع من قبل هؤلاء المرشحين فعلى الرغم من المعاناة الكبيرة للنازحين الذين يعيشون حالات فقر متقع في مخيمات النزوح المختلفة الا ان المخيمات لم تشهد حضور المرشحين او مندو بهم الا في بعض الحالات التي جاءت للضغط على النازحين والحصول على اصواتهم النازحون في مخيمات الخالدية بمحافظة الانبار اكدوا مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب عدم ثقتهم بالوعود التي يروج لها المرشحون لا سيما في ظل الاوضاع الماساوية التي يعيشونها يعني جاء انتخبا ما عرفوا اين ما انتخبان ما انتخبا حد لان احنا حصلنا سنتين هنا ما حد جاء ولا مسؤول علينا وقالنا اش محتاجين ليش ما ترجعون لبيوتكم معاناة النازحين لم تنتهي منذ ان خسروا بيوتهم وممتلكاتهم ومناطقهم التي تهدمت بفعل العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة ومرورا بعداد القتلى والمفقودين والمعتقلين تحت تهمة الانتماء للتنظيم وصولا الى اهمال الحكومة وسياسيها لمعاناتهم المستمرة اما المرشحون فقد اكدوا عدم رغبتهم بالتوجه نحو المخيمات ضمن حملاتهم الانتخابية حيث ابدأ جاسم محمد الجبوري المرشح عن قائمة النصر بزعمة حيدر العبادي عدم اهتمامه باصوات النازحين بقوله ان غالبية العائلات في مخيمات النازحين هم من عائلات عناصر تنظيم الدولة ولذلك لم نرفع اي شعارات انتخابية فيها وكان في العراق من المبكيات فاي انتخابات تجرى ومئات الالاف من النازحين خارج مناطقهم بل حتى من اجبر على العودة في الفترة الماضية لم يكن من اجل انهاء معاناتهم بل استخدامهم ورقة انتخابية وحظ المزيد من الاصوات في انتخابات ليس فيها خاسر سوى الشعب العراقي بشكل عام والنازحين بشكل خاص